بسم الله والحمد لله والصلاة 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 قبل ما تشوف الفيديو متنساش تدعمنا القناة بتاعتنا يا جماعة بنبزل فيها مجهود جبار جدا واي حد شايف القناة هيلاحز المجهود ده بنقدم المحتوى كله مجانا لوجه الله سبحانه وتعالى عشان ننفع اكبر قدر ممكن من الطلبة حاول توصل الفيديو ده لصحابك تعمل لايك تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة وتنشر الفيديو تاخد لينك الفيديو وانشره على الجروبات عندك على التريجرام على واتسراب على فيسبوك انشر القناة لصحابك عايزين يا جماعة نوصل لكل طالب في مصر ما توقفش الخير عندك وانشر القناة ودعمها انا كده بتدعمنا لما تعمل لايك تعمل تعاليق تعمل سبسكرايب تعمل شير للقناة او الفيديو انت كده بتدعمنا بتدعم القناة عشان نقدر نكمل وننفع اكبر قدر ممكن من الطلبة صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي يعلم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة الشباب والنهاردة سنشرح مع بعض آخر فصل لدينا من فصول القصة بتاعت كفاح شعب مصر طبعا الترم ايه الترم الاول هو الفصل السادس فصل سهل جدا وبسيط بيكلمنا عن الاحتلال الانجليزي وحدزك اليوم عن شعب رشيد هذا الشعب المجيد الذي أبى يعني رفض في عام 1807 أن يستسلم لجيش أكبر دولة في أوروبا وقت تأذن طبعا رشيد يا جماعة موجودة في شمال مصر عندنا حتى نهر النيل عندنا فرع دمياط فيه فرع دمياط وفرع رشيد هل نتكلم عن شعب ايه شعب رشيد بول بالرغم أن حامية رشيد لم تكن تزيد على 700 جندي يعني رشيد كان فيها حواد 700 جندي بس لكن الحمد لله وقفوا وقفت رجل واحد زي ما اتفقنا وصلت الحملة الانجليزية إلى الأسكندرية يعني انجليزيات يدخلوا مصر فبسلوا اسكندرية جاء قيادة فريزر طبعا فريزر ده هو قائد الحملة الانجليزية في المنتصف مارس 1807 فما كان من أمين أغا محافظ اسكندرية ساعتها عمليه إلا أن سلمها لهم طبعا إذا تستغرب إيه زي محافظ اسكندرية سلمها لهم كده كان في محمد كوراي مبليك ايه ده ومكان في ناس كويسة هم ليش معني ده نسلمها قال لك لأنه كان تركي الأصل لو كان مصلي أصيل بجد مقعون كان عمره ما يعمل كده لكن ده كان تركي الأصل فدي أصلا مش بلده فعادي يعني إشطة يصلمها ما يسمع بيقولك لا يجري في عروقه الدم المصري الأبي الأصيل وما إن وصل نبقى الجيش الإنجليزي الزاحف نحو رشيد الأسمع محافظ رشيد أو المحافظ رشيد سمع حتى جمع العلماء والأعين والأدباء والتجار وكبار رجال الحامية ومختلف طواقف الشعب جمع الناس كلها حواليه في مؤتمر للتشاور برضو يا جماعة ركزوا معايا قلنا من أهم سبل النصر هي الشورى التشاور وأمركم شورى بينكم نقطة مهمة جدا هتلاحظ دايما في كل فصل أخدناه كان في حتة الشورى دي والتشاور فبقول إيه عمل حاج بقوله قد افترح المؤتمر بكلمة منه يقول فيها بيقوله إيبقى هو يا أهل رشيد هذا يومكم وتلك دياركم فدافعوا عنها بكل ما استطعتم من قوة وعلموا أن مصير مصر كلها في أيديكم أنتم أمام أمرين إما أن تصمدوا لعدوكم وتستشهدوا في سبيل وطنكم دفاعا عن دياركم وأبنائكم وأموالكم وإما أن تكتبوا لأنفسكم الزل والعار والهواء وهذا لا أرضاه لكم دي حاجة أنا مرضاهاش خالص فصاحت جمهة الشعفي حماسة الموت في سبيل الوطن غايتنا والكفاح من أجله رسالته يعني ها نموت عشان نضحي عشان مصر تعيش وبعد منقشات استقرر رأي الجميع على مقاومة حتى الموت قالوا خلاص يا جماعة نموت خلاص يعني أهم حاجة نموت أهم حاجة يعني إيه نساعد مصر بكل اللي علينا حتى لو هنموت نموت عادي مش تفرق وانطلق الأدباء يؤلقينوها الشعب الأنشيد الوطنية يعني برضو جماعة دي نقطة مهمة يدلك عليها إيه يعني تدل على إن مش الجيش بس تقوله بيحارب لا دي الستات والعيال والكبار حتى الأدباء والشعراء كل واحد دي دور يا جماعة في الحرب وقد تجاوب أصدها هذه الأنشيد في أنحاء رشيد فبعثت الحماسة في النفوس يعني كده يا جماعة بصوا الأدباء كان لهم دور كبير جدا في النصر الأدباء دايما كانوا بيحمسوا الناس ويعلمهم الأنشيد اللي بيتحمسهم ضد المستعمل وأرسل محافظ رشيد رسول له إلى خارج المدينة ليخبروهم مواعد قدوم الجيش نعرف الجيش ده يقابلنا إمتى وعندما رأى هؤلاء الرسول جيش العدو على بعد 4 كم مدينة انطلقوا مستعين بجيادهم للمحافظ ولم تنضي لحظات حتى انطلق المنادون في شعراء رشيد يؤمرون بالاستعداد والاختباء في المنازل لحد ما تيجي اللحظة المناسبة ساعتها اللي حصل البلد كلها بقت فضية كله مستخبي وزعت الجنود المصرية مع المجاهدين من أهالي رشيد على المنازل الواقعة يعني يا جماعة يعني الجنود وزعوهم على الأهالي يعني مثلا المنطقة دي سيبقى فيها 4 جنود وهنا 5 جنود كده يا قال لك قال لك على المنازل الواقع في شرع ديهليز الملك والمشرف عليه يعني دهليز الملك هو الشرع يعني المدخل بتاع ايها من حاجة بتاع رشيد ويتبقى المدخل الرئيسي للمدينة تمام قال لك بعدها كما استدرت الأوامر بفتح الباب الغربي المتصل بدهليز الملك ففتح على مصرعيه ففتح على مصرعيه يعني تفتح على آخر انسحب الجنود من خلف الأسوار إلى داخل المدينة وعند الظهر دخل الجنود الإنجليزي من باب المدينة آمنين دخلوا متطمنين وكان الطريق الرملي بين الإسكندريا ورشيد قد أنهكهم يعني تعبهم جامد هم تعبوا أوي جامد طريق وكان اليوم شديد القيز يعني الحر ولما اعترض أحدهم طريقة الغزاية المعتدين محدشوا إفلهم بل جالوا في المدينة ولم يصادفوا فيها إنسانا ففرحوا أوي اللي يراقهم ما يشاهدون من حضائق فيحاء ومياه النيل الجميلة والأشجار فرحوا أو بالشكل الجميل له بعدها استريحوا بعد ما استريحوا وعرفوا أنه لا يوجد مقاومة خلعوا الأسلاحة بتاعتهم وقعدوا يتحكوا بقوا ويشربوا وفجأة انهال عليهم الرصاص من شروفات المنازل الرصاص ضربوا عليهم من كل حتة ونوافذها يحصدهم حصداً يقتلهم قتلاً وفي غمرة هذه المفاجأة وسط المفاجأة دي كلها خرج من منازل الجنود والأهالي المجاهدون وقاتلوا الإنجليز بالسلاح الأبيض يعني بالسيوف والخناجر السككين ففتكوا بهم فتكاً زريعاً واشتركوا النساء في المعركة فكنا ينشدنا الأنشيط برضو جماعة النساء ليهم درعة طول في المعارك ويضربنا بالدفوف وفت زركة في عضو الإنجليز يعني تعبوا قوي وخرجوا من باب المدينة ضاربين في الصحراء هربوا من رشيد وبكده جماعةكم خلصنا القصة للترمي الأول بإذن الله نحيل عليها طبعاً تدبات كتير جداً لحد ما نتمرس عليها ونضرب عليها تماماً وبإذن الله في الحلقات الجاية نكمل مع بعض الترمي التاني نشوفكم طبعاً خير بإذن الله سبحانك لهم ومحمدك نشهد ولا إله إلا أنت نستغرفرك وما تبقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته